السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وازايكو عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض حاجة حلوة. لأ حاجة لزيزة. بجد حاجة كده طعمها يجنن. من الاخر يعني. وسهلة وبسيطة جدا. وحلوة او في الحر اللي احنا فيه ده. يعني ما قولكيش بقى بتديكي بقى طاقة كده وبور وحاجة كده في الحر اللي احنا فيه ده تبقى حاجة سقعة كده طحفة. يلا بينا اقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف الحاجة الجميل اللي احنا عملناه النهاردة ايه? زي ما انت شايفة كده النهاردة معانا ايه? معانا باكوين جيلي. اي نوع جيلي بقى انا نهاردة جايبة جيلي الفراولة. انت حبك جيبي منجة جيبي انا ناهي استيجيبي لجيبي براحتي خالص. ايه اللي انت حبك جيبي جيبي. تمام كده? انا جبت باكوين زي ما انت شايفة. هنبدأ كده مع بعض هنجيب الطاصة او الحل الحسب الموجودة عندك وهتشتغل فيه. وهروح جاية بعد كده نبدأ بقى نفضل باكوين الجيل بتوعنا. اه هو هفضل اول كيس بالشكل ده. تمام? وبعد كده كمان هفضل الكيس التاني. هو بيبقى شكله كده زي ما انت شايفيه. عامل كده زي حبيبات السكر كده. تمام? هحط عليه بقى ايه? اربع كبيات آآ مية دفية او مية مغلية. انا كتل مية عندي مغلية بس هديت شوية فبقت مية دفية. تمام? حطيت اربع كبيات. يعني على باكو الجلي حطيت عليه كبيتين. يبقى لباكوين? اربع كبيات. وبعد كده حطيت اربع معلق سكر يعني السكر ده حسب الرغبة زي ما انت عايزة. وفضل تقلب فيه لغاية لما داب معانا تماما لازم حبيبات الجلي. وكمان السكر يضوب معاك تماما بالشكل ده زي ما انت شايفه. بعد كده بقى هتجيب الكاسات ولا الكبيات ولا اللي انت عندك موجودة عندك هتشتغل فيه. وتبدأ بقى تحطي كده بقى ايه? المعيار بتاعك. انا هحط نص الكاس عشان خطر لسه طبعا في طبقة تانية معايا. فهحطها في الايه? في النص التاني. في ايه دوبك بقى ايه? انا عايزة نص الكاس بس يكون مليان. مش هعملها للاخر. تمام كده? تمام. بعد كده بقى معايا تلات كاسات. التلات كاسات هعمل نصهم بس. ليه? عشان خطر انا عايزة الكاس اعمله بميلا كده في حاجة. هجيب طبق ولا حاجة اعمله بميلا كده. عشان خطر بقى ايه? لما حطه في التلاجة ويجمد كده معايا ويمسك نفسه. يبقى جاي معايا بزاوية كده. تمام? هنشوفها دلوقتي مع بعض. اهو شايفها? هطيتها في الطبقة البلاستيك وعملتها بميلا كده. عشان خطر لما حطه في التلاجة ويتجمد معايا ويبقى مسك نفسه كده. يبقى عامل نفس الشكل ده. عشان النص التاني حط فيه ايه? الطبقة التانية. اه تغيير يعني من الشكل. هنا بقى هنعمل الطبقة التانية مع بعض. جبت كيلو لبن طبعا كنت غلياء. وسبته يبرد تماما. بعد كده جبت الكسطر. اه حط من الكسطر النهاردة اربع معالق على الكيلو اللبن. والاربع معالق مليانين على شكل هرم هنشوفه مع بعض. تمام. بعد كده كمان احط السكر طبعا السكر حسب الرغبة زي ما انت عايزة. سواء في الجلي او في الكسطر اللي هنعمله مع بعض. تدوقي كده وتشوفي انت عايزة اكتر عايزة هقل لحسن ما انت عايزة. بعد كده بقى هبدأ يقلبه كويس جدا لغاية لما السكر والكسطر يضب معي تماما. ما بقاش فيه اي تكتلات ولا فيه اي حاجة. هروح رايحة على النار. على نار طعم متوسطة مش عالية قوي. عشان خاطر طبعا ايه المهلبية معي. هي اللي الكسطر عامل زي المهلبية. ما تنشافش مني كده من الاعر بتاعها وتشيط والكلام ده كله. فلازم تعمليها على نار هادية. هعطيها على نار هادية. وهفضل كده اقلب فيها بالشكل ده لغاية لما تتقل معنا. ولما تتقل نرجع بع بعض ونشوفها. ادي كده تقلت معنا هو. شايفها? فضل تقلب فيها كده. ما سبتهاش خالص عشان ولا تلكع ولا تخرز ولا اي حاجة وتبقى نعمة جدا زي ما انت شايف فيها كده. وعملة زي الكريا بالزبط. شايفة? اهو. هفضل بها اقلب فيها كده لغاية لما تبرد معايا. يعني مش تبرد معايا تماما. يعني بقى نص كده ايه البرود. تمام? عشان خطا ما احطهاش على الجيل وهو وهو طعن سائع فهيسيح الدينة كلها. فانا هسيبها بس ايه تهدى شوية. وبعد كي نبدأ مع بعض نجيب الكاسات والكبات. ادي جبت الكاس زي ما انت شايفة كده بصي اعمل ازاي? الميلا بتاعته عملة ازاي? لما هطف التلاجة سبت على نفس الميلا اللي كنت ميلاع عليها. وطبعا كده خلاص بقى متماسك وما تلاقيش خالص. ولا هيزحلق ولا هيقع ولا اي حاجة خالص. ولا هينزل ولا اي حاجة. تمام? هنجيب بقى الطبقة التانية اللي احنا عملناها على فكرة اقصتها طعمه طحفة. انا ما كنتش اعرف كده. انا من ساعة رمضان وانا جبت العلبة ديت وعملت منها الكنافة وعملت من نامها اللبية وعملت منها تلوقتي اهو معاكم مع الجلي بجد طعمها طحفة. جوزي كان نفسه فيها زي ما قلت لكم. وانا كنت اصدي ان اجيب كيس صغية بس ابني جاب العلبة كلها. فبجد طعم وطحفة كنتش عارف كده خالص. جربوه بجد عجبكم جدا. الواحد لما بيكون بعيد على الحاجة بقى مش عارف حاس اللي هي طعمها مش حلو. زي ما انت شايفة كده هفضل كده حط ايه? في الطبقة التانية كده زي ما انت شايفة اهو. في الجنب طبعا الفاضي. او اول ما اتخلصيه على طول حطيه في التلاجة بسرعة. عشان خاطر طبعا ايه? معانا برضو الطبقة التانية اللي هي الكاستر برضو دافية شوية مش سخنة يا دافية. فممكن تسيح منك برضو ايه الجلي. فبسرعة اول لما اتخلصي حطيه في التلاجة بسرعة. او في الفريزة لحسن ما انت عايزة بس الافضل خليها التلاجة. عشان الفريزة ما يبوزهوش منك ولا كده ولا الكاس يكسر ولا حاجة. يطرقع طبعا من التلجة والكلام ده كله وباليش. حطيه في التلاجة. ماشي? ووقتي بقى التقديم وهجام تطلعه على طول هيطلع معاك يبقى طعم وطحفة طحفة. اهو. زي ما انت شايفة كده حاطيت طبقة تانية في الاطباق كمان. وفريزها كي من معلقة. وطبعا وحسيت ان الكريمة تقلت معاك ومسكت نفسيها كده. اللي بيها هتلقاها سابت تاني. اللي بيها كده بس بالمضرب كده كويس جدا هتلقاها فكت تاني وارجعي برضو ايه حطي كده فول ايه كوبايات. طبعا اه الكوباء يعني الكاسطر مكفاش معيه كمية كلها. فطبعا سبتي بقى شوية كده من غير كاسطر ايه حاجة للجل بس. وحطيت عليه كريم جانتي زي ما انت شايفة كده. يعني الشكل التزوئ ده براحتك خالص. ان موجودة عندك زوائي بيه. اي حاجة تحطيها. مش فرقة. ممكن ما تحطيش اصلا. انا عشان التصوير وكده فحطيت معاكم. بل هي شكلها تحفة وطعمها لزيز واش محتاجة اي حاجة خالص. تمام كده? او زي ما انت شايفها كده كده خلصتها خلاص. زي ما قلت لك بقى اول لما تخلصيها على طول حطيها في التلاجة. عشان الجلي ما يسحشي. عشان طبعا التلية اللي احنا حطناها هي دافية شوية. فممكن تسيح منك الجلي. فبسرعة حطيها في التلاجة اول لما تخلصي. وبس بيها بس ايه يعني ساعة اقل من ساعة كمين. ويطلعيها بصي ما شاء الله عليها متماسكة. وطبقات وتحفة والله العظيم تحفة جميعا. فعلا طعمها لزيز وسهلة وبسيطة ومكوناتها ما فيش خالص بسطة جدا. وحاجة كده فرحنا عياننا بحاجة بسيطة في الجو الحر اللي احنا فيه دوت. يا رب الوصفة بتاعت الكون عجبتكم النهاردة وتنسونوش باللايك بالله عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.